خمس وثلاثون وفاة ونحو 16 ألف إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة تعليمات صحية مشددة في أكثر من نصف محافظات السويد الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء معهد لتخريج الأئمة المسلمين هذه النشرة برعاية ترانسفير جالكسي س. اي موبلر أبو كاس وكالمار برود أهلا بكم مشاهدين في كل مكان مع نشرة أخبار الكمبيس سجلت السويد خمس وثلاثين وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفايات إلى ستة آلاف وسبع وخمسين حالة آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة أظهرت وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مئة واثنين وستين ألف حالة وقالت سارة بيفوش من هيئة الصحة العامة في مؤتمر صحفين اليوم إن هناك زيادة حدة في العدوى وأن عدد المرضى يزداد أيضا في وحدات العناية المركزة إلى ذلك ازداد عدد المحافظات السويدية التي أصدرت هيئة الصحة العامة تعليمات مشددة فيها للحد من عدوى كورونا وأعلنت السلطات الصحية في فيستر بوتين وبليكينغ اليوم تعليمات مشددة لسكان المحافظتين ليرتفع عدد المحافظات التي تتبع توصيات أكثر سرامة إلى 14 محافظة من أصل 21 عدد إصابات كورونا في فيستر بوتين ارتفع بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة وتسجل المحافظة مزيدا من المرضى في المستشفيات التعليمات المحلية المشددة تعني كما هو معروف مشاهدين تجنب الاتصال الجسدي بأشخاص خارج نطاق الأسرة وتجنب البيئات الداخلية والمتاجر والمسابح ووسائل النقل العام وإعادة العمل بقاعدة خمسين شخصا للتجمعات العامة قالت شرطة مالمو جنوب السويد اليوم إنها تعاملت مع بريد واصفته في البداية بأنه مشبوه أرسل إلى المركز الإسلامي في مالمو واشتبهت الشرطة أن يكون محتوى البريد خاطيرا لكن بعد انتهاء التحقيق تبين أن الجسم لم يكن خطيرا الشرطة في المدينة ذكرت أن البريد جار استلامه داخل المسجد وحقق خباراء المتفجرات بمحتوى البريد في موقع داخل المسجد غير أن الشرطة أوضحت أن الأمر لا يتعلق بشحنة متفجرة ولم يتعرض أحد للأذى اقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء معهد لتخريج أئمة مسلمين في الدول الأوروبية وارتفعت في الأيام الأخيرة الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإسلامين المتطرفين في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدينة نيسي الفرنسية والعاصمة النمساوية فيينا ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون اليوم في قمة عاجلة عبر الفيديو إلى التحرك بسرعة لمنع التطرف ومواجهة ما يسمى الإسلامين الراديكاليين ويعد تعليم الأئمة أحد اقتراحاتهم وسيطالب إعلان يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع دول الاتحاد الأوروبي بتجديد المتطلبات على المهاجرين للاندماج في المجتمع وقبول القيم الأوروبية كما يريد القادة تأسريع المفاوضات الجارية لإجبار مشغلي الإنترنت على حذف الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت في غضون ساعة تراجعت الحكومة الدنماركية اليوم عن قرارها أعدام جميع حيوانات المينك في البلاد نتيجة افتقارها للأساس القانوني الذي تستند عليه في هذا الإجراء خصوصا بعد رفض البرلمان قرارها وكانت الحكومة الدنماركية قررت قتل جميع حيوانات المينك بعد اكتشاف نسخة جديدة من فيروس كورونا لديها يمكن أن تنتقل إلى البشر الأمر الذي استدعى استنفارا من منظمة الصحة العالمية وسط تخوفات من أن تتحول الدنمارك إلى ووهان جديدة وهي المدينة الصينية التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا وتوجد في السويد حوالي أربعين مزرعة لحيوان المينك وتم اكتشاف عدو كورونا حتى الآن في تسع مزارع منها في بليكينغا أعلنت شركة الطيران النرويجية اليوم ومعا تسريح 1600 موظف بعد ثاعات من إعلان الحكومة النرويجية أمس عدم تقديم مزيد من الدعم المالي للشركة قبل أزمة كورونا كان يعمل في النرويجية أكثر من 10 ألف موظف في حين يبلغ العدد الآن حوالي 600 موظف وقال بيان صحفي صادر عن الشركة إنها أوقفت 15 طائرة من أصل 21 كانت تعمل مؤخرا ويؤثر ذلك على الرحلات الثمانية المقررة للشركة من مطار أرلندا في ستوكولم اليوم حيث ألغت الشركة الرحلات المغادرة كذلك ألغت الرحلات من مطاري لوليو وأوميو المزيد من الأخبار والتقارير والبرامج التلفزيونية تأتيكم دوما على موقعنا الكمبيس دوت أسية أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي S.A. موبلر أبو كاس وكالمر برود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر